اشتركوا في القناة فتح القلعة مصير الامير ادلفا كانت من اقوى المفاجآت التي حدثت في الحلقة السابقة ما قاله عثمان ان صوفيا اصبحت اسيرة عند الامبراطور بعدما اعطى صنغرتكين اسماء رهبان الكنيسة وجواسيسهم في قصر الامبراطور لكن لم يتحدث عثمان عن يانز وما حدث له لذلك يوجد احتمالين الاحتمال الاول وهو الاحتمال الاكبر ان الامبراطور قام ايضا باسر يانز لانه قائد رهبان الكنيسة فتذكروا ما قالته صوفيا لهيلين ان يانز ذهب الى كنيسة مارغريت لان لديه بعض الاعمال الهامة هناك وايضا ما قاله يانز من قبل ان لديه تابعين في جميع الكنائس والقلاع في مختلف المهن لذلك لا شك ان يانز كان يقود رهبان الكنيسة حتى يقتل امبراطور الدولة البيزنطية كما قتلوا حاكم القلعة يورجو بولوس ثم يجعل ابنته صوفيا بدلا من الامبراطور ولا بد ان الامبراطور امسك بيانز لانه قائد هذا التمرد بينما الاحتمال الثاني وهو احتمال ضعيف للغاية ان يانز يهرب ولا يستطيع الامبراطور الامساك به احتمال ضعيف للغاية لان الفنان الذي يقوم بدور يانز هو الاكبر سنا والاكثر امكانية للاصابة بوباء الكورونا ولن يستطيع مقاومته بينما كانت الفنانة التي تقوم بدور صوفيا في سنها الصغير وكذلك ابداعها وتميزها الفني باتقانها دورها فنالت اعجاب الجميع شكلا واداءا فكيف ينهي المؤلف دور صوفيا ولا ينهي دور يانز فهذا غير معقول وغير منطقي كما ان بوزداغ اراد انهاء هذه الشخصيات سريعا قبل انتهاء الموسم الاول خاصة انه لم يتبق الكثير تقريبا اربعة حلقات ومع تطور الاحداث في مواجهات عثمان مع المغول وعلي شار وعمه دندار فلابد من ظهور غيخاته وهو العدو الاقوى امام عثمان وكل ذلك يؤكد نهاية دور يانز مع صوفيا وهذا يعني انتهاء مهام صنغورتكين فبعدما قام بكشف مكائد رهبان الكنيسة وغيخاته كان يخطط للبقاء في القصنطينية حتى يرسل لعثمان اخبارهم وما يخططون له لان ذلك كان سيساعد عثمان في القضاء على صوفيا ويانز وفتح القلعة وحيث ان الامبراطور قضى على صوفيا ويانز فلم يعود هناك اهمية لبقاء صنغورتكين هناك واحتمال كبير ان يعود صنغورتكين قريبا ويكون الى جانب عثمان في نهاية عمره لدعمه بدلا من ابيه ارتغرول الذي اكد المنتج والمؤلف محمد بوزداغ انه لن يشارك في مسلسل عثمان جميع الحقوق لقناة المحقق لكن ما هو مصير تابعي يانز في القلعة وما هو مصير سلفادور بعدما تم اسر صوفيا ويانز لن يستطيع تابعهم فعل اي شيء لانقاذهم خاصة بعدما تم القضاء على جميع جواسيسهم كما ان المؤلف يرغب في انهاء هذه الشخصيات لتقليل النفقات المالية وبداية احداث جديدة ربما يظهر احد تابعي يانز ويكون قائدا قوي وذكيا يستطيع ادارة تابعي يانز في القلعة والاماكن الاخرى ويصبح خليفة ليانز وتكون هيلين مساعدته وهكذا يصعب على عثمان فتح القلعة ويحتاج الى الاعتماد على سلفادور الذي تعرف هيلين حقيقته بانه اصبح تابعا لعثمان فيكون في خطر ومراقبة من اتباع يانز حتى يستخدموه للايقاع بعثمان او يقتلوه هذا السيناريو منطقي لكنه لا يتناسب مع الحلقات المتبقية ويحتاج الى عدة حلقات فاذا اختار المؤلف هذا السيناريو فسيكون في الموسم الثاني بينما السيناريو المحتمل والذي يتناسب مع الحلقات المتبقية هو امساك سلفادور بكل تابعي يانز في القلعة وتظاهر سلفادور ان ولائه للامبراطور ويخطب في الجميع ان صوفيا وتابعيها ارادوا قتل الامبراطور ومن يقف امام الامبراطور ستكون نهايته وهكذا يستطيع سلفادور السيطرة على حكم القلعة والقضاء على من تبقى من تابعي يانز وصوفيا ويمهد الطريق امام عثمان حتى يفتح القلعة في اي وقت ويوجد سيناريو مشابها لسيناريو الاول ان الامبراطور يرسل احد قاضته ويجعله حاكما لهذه القلعة بالطبع هو احتمال منطقي لكن ما زال امام عثمان فرصة لفتح القلعة قبل ما جئ هذا القائد التابع للامبراطور او ان سلفادور يتواصل مع الامبراطور ويخدعه بانه مخلصا له وانه امسك بكل تابعي يانز وصوفيا فيجعله الامبراطور حاكما للقلعة ولابد ان ناس غرتكين سيعلم كل هذه الاخبار وما يخطط له الامبراطور ويحذر عثمان حتى يسرع بفتح القلعة لكن عثمان حتى الان في مشكلة كبيرة وهو العدو الجديد والاقوى غيخاته فلن يستطيع عثمان ان يفتح القلعة بينما يتحرك غيخاته للانتقام من عثمان بعدما ضمر كل خططه ويجب اولا على عثمان القضاء على غيخاته وهذا ليس سهلا كما اوضحنا في فيديو التحليل الاول بالحقائك التاريخية والاحداث المنطقية فاما يحدث شيء ما يجعل غيخاته ينشغل عن محاربة عثمان مثل هجوم المماليك او خيانة احد تابعي غيخاته والمعارك الداخلية التي كانت بين المغول في ذلك الوقت فتخلص عثمان من خطر غيخاته ويسرع لفتح القلعة بدعم سلفادور ويكون ذلك نهاية الموسم الاول وقد يفاجئنا المؤلف بفكرة ذكية اذا اصبح سلفادور حاكم القلعة كما اوضحنا سابقا في احد الاحتمالات فيحرك سلفادور محارب القلعة من البيزنطيين لمواجهة جيش غيخاته فيها الطريق قبل ان يهجموا على قبيلة القاهي وهكذا يتخلص سلفادور وعثمان من محارب القلعة وعدد كبير من محارب غيخاته فيكون من السهل القضاء على بقية جيش غيخاته ثم فتح القلعة دون اي معرقة مع محارب القلعة الذين لن يتوقفوا حينما يسلم سلفادور القلعة لعثمان فيتخلص سلفادور وعثمان من كل هذه الاخطار العديد من المشاهدين يتساءلون عن الاميرة ادلفا والتي اختفت لعدة حلقات كان اخر ظهور للاميرة ادلفا بعدما قام محارب عثمان بانقاذها من قصر علي شعر وحتى الان فهي في حماية عثمان وكما رأينا كيف انها كانت معجبة بعثمان والقبيلة وشاكر ما فعله عثمان ومحاربيه فاما انها تختار البقاء في قبيلة القائي وتتزوج احد محارب عثمان وبالتالي فان ما فشلا فيه غيخاته ينجح فيه عثمان او انها ستعود الى بيزنطا بعدما ادرك الامبراطور خطأه بارغامها على الزواج من غيخاته الذي حاول قتله وهناك ستكون الاميرة ادلفا بالقرب من الامبراطور وتحاول منعه من التحرك ضد عثمان او تقوم بتحذير عثمان اذا فعل الامبراطور شيئا ضده وبالطبع كل هذه الاحداث تستغرق عدة حلقات وليست الحلقة القادمة والكثير من المفاجآت نعرضها قريبا ان شاء الله وكالمعتاد نظركم متابعين بكل ما هو مميز فلا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة